أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة ويوم تسقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على ذيه يقول يا ليلتا اتخذوا مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليلتا لما التخذف والخليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل من عدو ومن المجرمين وكفى بربك هديا ونصيرا وقال الذين أغفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترطيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق ويحسن الفصيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه النسرا فقل نذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم اضميرا ومنوحي لما كذبوا رسولا ورقناهم وجعلناهم للناس آية وآتدنا للظالمين عذابا أليما وعذابا وثمودا وأصحاب الرسل وقلونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمترت مدرسه أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجع نشرا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواء هذا الذي بعث الله رسولا إن كادا ليزلنا عن آلهتنا لولا أن شررنا عليها وسوف يعنبونا حين أرون العدى ومن أضل سبيلا أرأيت من اتخذ أين أخوها وفا أنت قلت أجوكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمون أو يعقلون إنهم إلا كالآن عم بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء نجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قوضناه إلينا قوضي يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل ما سوى النموش بدو وجعلنها نشورا وهو الذي أرسل الرياح أبو الشرم بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونشته مما خلقنا أنعم وأناس كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعتنا في كل غرية نذيرا فلا أطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عدب انفرات وهذا منح أجاج وجعل بينهما برزخوا حجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله أُنسبا وشهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا ذرهم وكان كفا على ربه ظهرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا ولا يأتو وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفا به بذنو بعباده خبيرا الذي خلق السماوات والأوضم بينهما في ستة أيام ثم استوى العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا أمر الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا مليرا وهو الذي جعل الليل والنهار آخر الفتر لمن أراد أن يذكره وتشكرا وعباد الرحمن الذين يمشورا نعوذها ولو إذا خاطبهم الجاهل ويقالوا سلاما والذين أبيتوا لربهم سجدا وقياما والذين يقولوا لرب نصرف عن عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سات مستقر مقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قاما والذين لا يدعون مع الله إلاها آخر ولا يقتلوا للنفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزدن ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا إلا من تبى وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدلوا الله سيئة وحسنات وكان الله فرحيمة ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب والله تابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغي مروا كراما والذين إذا ذكروا بها ربهم لم يخروا عليها ثموا وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذريتنا قرة عيون وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد قذبتم فسوف يكونوا لزاما بسم الله الرحمن الرحيم تاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأوز عليهم من السمائة فظلت أعلاقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن المحدث إلا كانوا عنهم مردين فقد كذبوا فساديهم أنباء ما كانوا به يستازئون أولم يروا إلى الأوض كما أنبتنا فيها من كل سوج كريم إن في ذلك لا يا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لك والعزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن اتلقوا من الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدرين ولا ينظرك لساني فاصل الله هالون ولكم عليها ذنبهم فاخر يقضلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنما كن مسلمون فأتيا فرعون فقول إن رسول العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نرى ربك فينا ولده لم يتفينا من المسلمين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظلين ففررت منكم لما خفتكم ففعبني ربي حكما وجعلني من المسلمين وذلك نعمة دمونه على نبد من إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أسل إليكم المجلون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تاقلون قال إذا تخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأدي به إن كنت من الصادقين فأنقاصه فإذا هي ثمان مبين ونسى عيده فإذا هي بيطاء للناظرين قال للمرأي حوله إن هذا لسحر عليم يريد أن يخذكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجهوا أخواه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحر عليم فجمع السحرة الميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذن لمن المغربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعشيهم وقالوا بإسد فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى أعصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة السادسين قالوا أمنا برب العالمين رب موسى مهارون قال أمنتم له قبل نزالكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لو قدت عنا إذنكم واجلكم من خلاف ولو سلمت لكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منطلبون إنا نطمع أن يغفرنا ربنا خطيانا أن كنا هو المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشردمتهم قليلون وإنهم لنا لغائدون وإنا لجميع حاضرون فأخذناكم من جنة وعيون وكنوس ومقام كريم كذلك أرسناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشتقين فلما ترى ألتمعا قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى فأنفرقوا فكان كل فرق كالتوضي العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال أبيه قومه ما تعبدون قالوا نعبده أسلاما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذا دعون أو ينفعونكم وذرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا على إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعم لي ويستين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي الخطيئتي ومدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعلني لسانة سرقين في الآخرين وجعلني من ورسة جنة النعيم وغفر أبيه إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم البعث يوم لا ينفع ماله ولا بدون إلا من أتى الله بقلب سلم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيا لهم إنما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرون أو ينصرون فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصبون تالله إن كنا لفضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا شديق حميم فلو أننا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العسيز الرحيم كذبت قوم نوحي المرسلين إذ قالهم أخوهم نوح ألا اتقون إني لكم وسؤمن فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجل إلى رب العالمين فاتقوا الله واطعون قالوا أن أؤمن لك واتبعك الأرضلون قالوا وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي وما أنا بطالب المؤمنين إلا لإلا نذير مبين قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكون النبي المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحوا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه مما هو في الفلك المشحور ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العسيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لكم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجل إلا على رب العالمين أتمنون بكل لي آتا قابثون وتتخذون مصار على عاد لكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي يمدكم بما تعملون أمدكم بأنعم وبنين وجنات وعيون إن يخاف عليكم هذا يوم عظيم قالوا سواء علينا أبعضت أم لم تكن من الواعزين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحب أتبون فكذبوه فهلكناهم إن في ذلك لا يهو ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قالهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتبقون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وسروع ونقل طلوهازيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يسلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآذن إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها ناقة لها شربوا ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بالسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقلوها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم اللوطين للمسهلين إذ قال لهم أخوهم لوت ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن يجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكرون من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم يا القالين رب نجني وأهري مما يعملون فنجيناه وله وأجمعين إلا عجوزا في الغابين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فأساء مطر المنذرين إن في ذلك لا تهم أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المسلين إذ قال لهم أخوهم شعيب ألا تقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجل للربي العالمين فأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصص المستقيم ولا تبغسوا الناس أشياءهم ولا تعسوا بالله المسلين واتقوا الذي أمدكم واتقوا الذي أخراكم والجميل التلولين قالوا إنما أنت من المسحنين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ذنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذل إنه كان عذاب يوم عظيم إني لكم رسول في ذلك لا أتوا وما كان أكثر منهم وإن ربك له العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين وإنه لفي سبح الأولين أولم يكن لكم آذن أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجبين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى رون عذاب الأليم فيأتيهم بوتوهم لا شعرون فيقولوا هل نحن مغضرين أفبعذابنا يستاجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قل إلا لها منذلون ذكروا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يصدعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك لقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على الأسئل الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساددين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك النثيم يلقون السموات فيهم الكاذبون والشعراء يتبههم الغابون ألم ترى أنهم في كل ودي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله خثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسعلموا الذي يظلموا أن يمنقلبي ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمرين الذين يقيموا الصلاة ويؤتون السكاة وهم بالآخرة وهم يقلون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة سينا لهم عمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آلستنا راساتكم منها بخبر أو آتكم بشهاب قبس لعلكم تشطلون فلما جاءها نودي أنبولك من في الندى من حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه ألا الله راسب حكيم والقعصاك فلما رأى هاته تزدق أنها جاننوا لا مدبروا ولم يعقبه يا موسى لا تخف إني لا يخاف لديها المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسن بعد السوء فإني غفور رحيم وأدخل النيتك في جيبك تخل بيضاء من غير السوء في تسع آيات إلى فرعون قومه إنهم كانوا قوما الفاسقين فلما جاءتهم فلما جاءتهم أتناب بسرطة قالوا هذا السحر المبين وجهدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلم وعلوها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين من عباده المؤمنين وولس سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا من تقطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوسعون حتى إذا أتوا على بعد النملي قالت نملة يا أيها النام لدخلوا يا أيها النام لدخلوا مساكنكم لا يحتمدنكم سليمان وجنودهم لا شعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكرني وأن أشكرني وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أتيني بسلطان مبين فما كث غير بعيد فقال أحدت بما لم تحيط به وجئتك من سبأ بلبئ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوطيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّنهم الشيطان وعماله فضدهم عن السبيل فهم لا يهددون ألا يسجدوا لله الذي يخرجوا القبع في السماوات والعوضي وعالم ويعلم ما تخفون وما تولنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقوا تأمكم طبعا الكاثبين اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنكم فانظر بذل يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي لكتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا عن يأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون قالوا نحن رقوة وأولو بأسين شديد والأمر إليك فانظر ما تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل وكذلك فعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فنظرتم بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتم الدولان بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود الله قبل لهم بها ونحجنهم منها أذل لتبوهم صاغلون قال يا أيها الملوين أيكم يأتيني بعرشيه قبل أيتم المسلمين قال عفريت من الجن أنا آتك به قبل أن تقوم بقواميك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتك به قبل أن يردددرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أشكر ومكفر من شكر فإنما أشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهددي أم تكون من الذين نهدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كانه هو أوطينا للم من قبلها وكنا مسلمين وشدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل له دخولي الصرح فلما رأت وحسبت رجده وحسبت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَادِحًا أَنْ يَبْدُ اللَّهَ فَإِذَاكُمْ فَذِيقُونَ قال يَا قَوْمِ لِمَا تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اتْطَيَّرُنَا بِكَ وَبِمَمْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ الدِّسَّعَةُ الرَّهُدِينَ فِي سِدْرَفِ الرَّهُدِينَ وَلَا يَسْلُحُونَ قَالُوا تَقْوَسَمُوا بِاللَّهِ رَبَيَّتَنَّهُ وَأَكْلُهُ ثُمَّ لَقُولَنَّ لِوَلِيهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَكْلِهِ وَإِنَّا لَشَادِقُونَ وَمَكَلُوا مَكْرُونَ 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 فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّ دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَوْلَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوْطًا إِذْ قَالَ قَوْمِهِ يَتَأْدُونَ فَاحِسَةً وَأَنْتُمْ تُبُصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ سَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلُوتٍ مِّنْ قَجَتِكُمْ إِنَّهُمْ مُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ أَنْهُ إِلَّا أَمْرَاتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ترجمة نانسي قنقر